والحياة في الموضوع ده أنا بنضم لكل اللي طلبه وبيطلبه الدولة بتجديد الرقابة على الحضانات الخاصة لحماية الأطفال من أي حوادث أو أخطاء جسيمة ممكن تحصل معاهم بسبب التعامل غير العلمي وأحيانا غير الأخلاقي يعني كل شوية كده نسمع مش عارف نشوف فيديو عن ناس بتضرب أطفال في الحضانة أو تسجيل صوتي إن فيه ناس بتخوف الأطفال ومش عارف ده غلط لأن لازم يكون فيه رقابة لازم يكون فيه حلة إن دي مرحلة عمرية شديدة الحساسية على فكرة يعني شروط ترخيص الحضانة أنا برضو برأيي الشخصي أنا شايف إنها حاجة سهلة جدا يعني بشكل مبالغ فيه يعني سهلة درجة إنه مبالغ فيها جدا يعني طلب من مديرية شؤون الاجتماعية للحصول على الترخيص وإنه يكون اللي بيقدم الطلب ده شخص بالغ وعاقل وما يكونش محكوم عليه في الجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ويكون حسن السمعة والسيرة ويكون بيقول ساعة الدار دي والحد الأقصى لاستعاب الأطفال وخطاب من الدفاع المدني يثبت صلاحية المكان وإقرار من صاحب النشاط إنه هايوفر هايوفر مش هايوفر كافة مستلزمات المشروع في رأيي الشخصي زي ما قلت إن دي إجراءات سهلة بزيادة يعني سهلة جدا وعادية جدا ولازم يكون فيها الحقيقة تطقيق أكتر من كده وعشان كده مطلوب أنا بقول دي فرصة كويسة يعني مطلوب الحقيقة أنا بشكل شخصي بناشد المسؤولين إن إحنا نعدل قرار مجلس الوزراء رقم 86 لسنة 2005 الخاص بلائحة تنظيم دور الحضانة يعني دور الحضانة دي كلها بتتنظم إقامتها في مصر وكلام ده كله بالقرار ده لا لازم يكون فيه رقابة أكتر وتدقيق أكتر وصعوبات أكتر ما يبقاش يعني الحصول على الترخيص كده بتاع الحضانة أمر سهل ده في حالة الحدوء الحصول على ترخيص ده فيه حضانات كتير جدا مش مقدمي يعني يقول لك هنبقى نطلع الترخيص وهكذا أهم حاجة بس نجيب كم لعبة ومش عارف إيه ده غلط كبير يا جماعة قوي وما تستهونوش بالل أنا بقوله وما تستأمنوش الأماكن دي على ولادكو أرجوكو يا كلمة أخيرة في آخر الحلقة عايزة أوجهها للجدود والجدات لأنه أحيانا فيه ناس تقولك طيب أنا مش هوادي حضانة أنا هسيب ابني أو بنتي مع جدته وهكذا تمام لو ناس يعني خصويا لو ناس بتشتغل يعني الأم لو بتشتغل يعني بوجه بس كلمة للجدود والجدات أولا إن احنا لازم نحافظ على ثبات النظام الأسري من غير ما نغيره يعني بنسأل بابا وماما أنتوا بتعملوا إيه في الحوال دي وبتعملوا إيه هنا وبتعملوا إيه هنا وفي الفرجة على التلفزيون وفي النوم وفي الصحيان وإيه الأكل المسموح والإيه الأكل المش مسموح نحافظ على النظام ده في بيتك جد والجد ما يبقاش فيه تغيير لازم كمان يعني ده بقى فيه فرصة إن احنا نستغل الرابطة العاطفية كمان مع الطفل بشكل إيجابي وننمي السلوكيات الحلوة مش النميمة لأن فيه الحقيقة يعني جدود وجدات ما تزعلوش مني يعني يتلقوهم إيه بقى بتبقى فرصة إنه بيجيبوا العالي الصغارين ويقعدوا وقلوا لهم بقى إيه وبابا وماما بقى تخنقوا على إيه وكانوا بيتكلموا في إيه ومين جلقوا ومين زر لا دي سلوكيات وحشة لازم أنتوا بتكملوا الصورة الحلوة قدام الطفل ده صورة الأب والأم لازم يعني الأب والأم والجد والجدة تبقى الصورة حلوة ولو هي لقدر الله مش حلوة لازم إحنا نخليها حلوة عشان خطر ولادنا دول يبوا أفضل مننا تمام برضو عايز أقول كلمة عن حاجة يعني كلمة عن حاجة الحقيقة كانت منتشرة في أواخر القرن الماضي في السبعينات والتمانينات وحتى هنا التسعينات اللي هي الحضانات المنزلية فاكرين مش عارف هتفتكروها ولا لا كانت لوصلة وهيه ناس كده وغالبا بيبوا ناس كبار شوية في السن وقعدين لوحدهم فتلاقواهم عملوا في بيتهم ولكن دي عاملة حضانة في بيت حضانة من منزلية طبعا دي كانت ليها ميزة في وقتها يعني كبيرة ان العدد قليل وتكلفتها عادة بتبقى قليلة والطفل بيعمل أنشطة مشابهة شوية لبيته لكن برضو كان فيها عيوب كتيرة زي مثلا ان هم أغلب الوقت الأطفال دول متسابين للتلفزيون ونقص عوامل الأمان أكيد في المكان واحتمال وجود شخص يعني شخص أو أكتر بيساعد صاحبة المشروع ده فده بيزود احتمالات المرض واحتمالات يعني الأزى وهكذا كمان يعني فيه نعدام للرقابة يعني ما بيقاش بقى فيها أي نوع من أنواع الرقابة وأخيرا عايز أختم كلامي مع حضراتكم بسببه عملت هذه الفقرة في يحكى أنا النهار الحين أنا شفت على فيسبوك وعلى إنستجرام أو يعني مش أنا اللي شفت يعني فيه ناس لفتوا نظري حياء وبعتولي فيه إعلانات كتيرة قوي قوي عن حاجة غريبة جدا عن جليسة أطفال يعني شركة بتوفر خدمة جليسة الأطفال زي الأفلام كده الأجنبية تحديدا أنا أتكلم عن فيلم الأجنبية تمام فالحقيقة أنه أنا يعني حسيت أنه يعني حسيت بالخوف الحقيقة وحسيت يعني لازم يبقى فيه خوف وحذر ليه؟ لأن رغبة كتير جدا جدا من الجيل الجديد من الأمهات أنه بقى عندهم رغبة في أنهم يجربوا الأفكار الجديدة بقت الرغبة دي طاغية على ضرورات المنطق وضرورات الحماية حتى خلوا بالكوا لا تنساقوا وراء كل حاجة يعني أنا أنا بقول لكم أنا ما شفت الإعلانات دي استوقفني الأمر جدا ولقيت لقيت تعليقات بقى وناس عملة تسأل بكام بكام فتلاقي أنه مش عارف بكام وفيه خصم على أول مرتين الحكاية لا خصم ولا فلوس الموضوع مش مهم كده وما يبقاش الموضوع كله عشان التقليد أو عشان أنا أصلا هنخرج أصلا أنا مش عارف إيه فاجبت بيبي سيتر أو جليسة أطفال لولادي أنا مش ضد المشروع ومش ضد الحداثة أكيد يعني لكن ضد الاستسهال وضد الحقيقة أنه يعني العدم كده المنطقية أحيانا في إزاي إن إحنا ممكن نستأمن كده حد على أولاد الحكاية مش إنه يبقى فيه شركة أو يبقى فيه أبليكيشن فإحنا عارفين اللي جاية ده مين ولا تليفونة إيه الحكاية مش كده الحكاية إنه فيه حد بيقعد مع ابننا أو بنتنا في بيتنا والحد ده يعني إحنا ببساطة ما نعرفش عنه حاجة يعني يعني بهذه البساطة طب ليه؟ فيعني أرجوكم دققوا أكتر في كل ما يتعلق بأطفالكم ما يبقاش الاهتمام بس بالأكل والشرب والفيتامينات والحاجات دي كلها لأن فيه حاجات تانية لا تقل إن لم تزد في الأهمية عن كل هذه الأمور ترجمة نانسي قنقر